طلابنا الأعزاء الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة التاريخ متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعلمة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طالبات وطالبات الثانوية العامة أحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع شرح مفصل لمادة التاريخ عبر أثير صوت التربية والتعليم 102.1 ومحدثكم الأستاذ يوسف سعيد أبو حسب الله مدرسة المنفلوط الثانوية ألف مدينة دير البلح في الحلقة السابقة اتطرقنا إلى عوامل الحرب العالمية الثانية واتطرقنا على المرحلة الأولى من هذه الحرب وقلنا الحرب العالمية الثانية مرت بمرحلتين المرحلة الأولى عام 1939 لل41 وشرحناها بالتفصيل واتوقفنا عندما قامت اليابان بتدمير القاعدة الأمريكية في ميناء بير هاربل بجزر هواي بالمحيط الهادي في ال41 من هين رح تبدأ لنا مرحلة جديدة من مراحل الحرب العالمية الثانية والآن المرحلة الثانية رح تبدأ من 42 إلى عام 1945 واربعين الآن هذه المرحلة تميزت بتحول ميزان القوى للحلفاء واتساع رقعة الحرب بسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية طب إيش السبب اللي دفع الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب أن اليابان قامت بقصف الأسطول الأمريكي في قاعدة بير هاربل الأمريكية بجزر هواي بالمحيط الهادي هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل إلى جانب الحلفاء أيضا زاد الطين بيلا بالنسبة لدول المحور أن ألمانيا إن هزمت أمام روسيا في معركة ستالينجراد عام 1942 وفشلت ألمانيا في احتلال موسكو أيضا هزمت ألمانيا في معركة العالمين هذا حدثت على الأراضي المصرية عند مرصى مطروح في الإسكندرية هزمت ألمانيا في معركة العالمين أمام بريطانيا وأمريكا وكان قائد معركة العالمين دول المحور كان رومال ودول الحلفاء كان طبعا منتج أمري أيضا إيطاليا استسلمت دون قيد أو شرط وتم استرداد معظم المدن الفرنسية وتم تحرير باريس وتردت ألمانيا من طبعا فرنسا ومن بلجيكا ومن هولندا ووصلت ألمانيا الغربية وحتى أعلنت ألمانيا الاستسلام يعني الآن أيضا اليابان نعيد تاني لما قصفت الأسطول الأمريكي في ميناء بير هاربر في جزر هواي بالمحيط الهادي نزان القوة بدأ يتحول لصالح الحلفاء بسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب لصالح الحلفاء أيضا حدثت عوامل وأحداث رجحت كفة الحلفاء أول شيء ألمانيا هزمت أمام روسة في معركة ستالينغراد أيضا ألمانيا هزمت في معركة العالمين أمام بريطانيا وأمريكا أيضا إيطاليا استسلمت دون شرط أو قيد وتم استرداد البدن الفرنسية وتحرير باريس وطرد ألمانيا من بلجيكا وهولندا حتى وصلت قوات المحور إلى ألمانيا الغربية هذا الأمر ضفع ألمانيا للاستسلام الآن آخر دولة من دول المحور ظلت تقاوم اليابان الآن اليابان اضطرت أن تستسلم عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء القنابل الذرية على مدينة هورشيما وبعد يومين ألقيت القنبلة الثانية على مدينة نجزاكي وبهيك انتهت الحرب العالمية الثانية لما انهزمت اليابان بهزيمة دول المحور وبانتصال الحلفاء يعني نفس نتيجة الحرب العالمية الأولى يعني نفس النتيجة انتهت الحربين بانتصار دول الحلفاء بانتصار دول وانا من جهة نظري انه السبب هزيمة دول المحور هو ما قامت به اليابان واللي خلت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب إلى جانب دول الحلفاء الآن نعيد المرحلة التانية بسرعة المرحلة التانية قلنا بدأت في 42 إلى 45 تميزت بتحول ميزان القوة للحلفاء واتساع رقعة الحرب بدخول الولايات المتحدة الأمريكية لأن اليابان قصفت طبعا القاعدة الأمريكية في ميناء بير هاربل في جزر هواي بالمحيط الهادي أيضا ألمانيا هزمت أمام روسيا في معركة ستالنجران ألمانيا انهزمت في معركة العالمين إيطاليا استسلمت دون شرط أو قيد تم تحرير المدن الفرنسية وخاصة باريس من الألمان طردوا ألمانيا من بلجيك أو هولندا وصلت قوات الحلفاء إلى ألمانيا الغربية حتى اضطرت ألمانيا إلى الاستسلم في نهاية الأمر اليابان اضطرت أن تستسلم عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء القنابل الذرية على المدن اليابانية الأولى على مدينة هورشيما والثانية على مدينة نجزاكي وبهيك انتهت الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء في أن سؤالين صفحة 41 طبعا الأسلخ تم متعدد أنا أعيدها على السريع أي من دول الآتي شكلت دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية طبعا عندي نمر بها فرنسا وبريطانيا ولاية المتحدة الأمريكية متى اندلعت الحرب العالمية الثانية طبعا نمر ألف 1939 من قائد قوات المحور في معركة العالمين بقوله رومال ما الدولة التي أدت نهاية الحرب العالمية الثانية إلى هزمتها اللي هي اليابان اللي آخر دولة هزمت من دول اللي هو المحور الآن بدنا نيجي إلى نتائج الحرب العالمية الثانية ما هي النتائج التي ترتبت على الحرب العالمية الثانية الآن احنا قلنا في الحرب العالمية الأولى تم إنشاء عصبة الأمم عام 1919 لحفظ الأمن والسلم الدوليين في الحرب العالمية الثانية تم إنشاء هيئة الأمم المتاهدة عام 1945 لحفظ الأمن والسلم الدوليين هاي أول نتيجة إنشاء هيئة الأمم عام 1945 اتنين تقسيم ألمانيا بين دول الحلفاء يعني دول الحلفاء سيطروا على ألمانيا وأمريكا أخذ الجزء وبريطانيا أخذ الجزء وفرنسا أخذ الجزء وروسيا أخذ الجزء في عام 1949 وبسبب ظهور الحرب الباردة ألمانيا أصبحت دولتين ألمانيا الشرقية وعاصمتها برلين وكانت اشتراكية من نصيب الاتحاد السوفيتي ألمانيا الغربية وعاصمتها بون وكانت رأس مالية بزعامة أمريكا الشيء الثاني خروج أمريكا والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين في العالم الآن يعني تغير ميزان القوة احنا بنعرف قبل الحرب العالمية التانية كانت بريطانيا وفرنسا على رأس دول العالم الآن النظام تغير خرجت قوتين جداد خرجت أمريكا والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين بدلا من بريطانيا وفرنسا وأصبح العالم ثناء القطبية إيش ثناء القطبية؟ أنه العالم كله أصبح مكسوم إلى جسمين جسم مع الاتحاد السوفيتي وجسم مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني كان مع دولتين عشانيك بيقوله الثناء القطبية مع قطبين قطب الولايات المتحدة الأمريكية وقطب الاتحاد السوفيتي أيضا الخلاف الأيدلوجي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أدى إلى ظهور نظام الكتلتين يا استاذ انت بدأت إيش رحلنا إياها يا إيش أيدلوجي يعني هنا الخلاف الفكري يعني الآن الدولتين اللي كانوا حكموا العالم الولايات المتحدة الأمريكية والتحاد السوفيتي كان بينهم خلاف الفكر الولايات المتحدة الأمريكية كانت أفكارها رأس مالية أما الاتحاد السوفيتي فكانت أفكارها اشتراكية فالخلاف الفكري أو الخلاف اللي يتجي بين أمريكا والتحاد السوفيتي العالم انقسم إلى كتلتين كتلة غربية رأس مالية بزعامة أمريكا وضمت أوروبا الغربية وحمت نفسها وأسست حلف عسكري ألا وهو حلف شمال الأطلسي عام 1949 والكتلة الشرقية الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي وضمت دول شرق أوروبا وحمت نفسها وشكلت حلف وارسون هاي النتيجة الرابعة نتيجة الخامسة استخدام أسلحة متطورة وحديثة لم يكن له وجود من قبل كالنووي والذري وبدأت دول أوروبا تسعى لامتلاك هذه الأسلحة لأن هذه الأسلحة كانت موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا شوفنا كيف الولايات المتحدة الأمريكية ألقت القنابل الذرية على المدن اليابانية على هوريشيما ونجزاك فهين ترتب على الحرب استخدام أسلحة متطورة وحديثة كالنووي والذري وبدأت أوروبا تحاول امتلاك هذه الأسلحة أيضا من نتائج الحرب العالمية الثانية القضاء على النظام الفاشي الإيطالي والنظام النازل ألماني الفاشية بقيادة موسولين انتهت في إيطاليا النازية بقيادة هتلار أيضا انتهت في ألمانيا النتيجة السابعة نشاط حركات التحرر في العالم الثالث دول العالم الثانية بدأت تطالب بالحرية والاستقلال وقامت بثورات كثيرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وكلها كانت تنادي بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير النتيجة التامنة خسائر بشرية ومادية هناك خسائر فادحة أدت إلى تطوير مبادئ قانونية ثابتة لنبذ العنف وإحلال السلام وحماية حقوق الإنسان وفعلا جاء من أجل ذلك الموثيق الدولية إيش الموثيق الدولية؟ مجموعة من القواعد تنظم العلاقات بين الدول أثناء الحروب وعلى رأسها اتفاقيات جينيف الأربعة اتفاقية لاهاي طبعا أقرة اتفاقية لاهاي وهذه كانت تنص على حماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب وبعد ذلك ألحق بهذه الاتفاقات ببروتوكولان أو مثقين أو اتفاقيتين اتفاقية طبعا ببروتوكولان عام 1977 أضيفت إلى اتفاقيات جينيف الأربعة طبعا الآن بسبب الخسائر الفادحة في الحرب العلمية الثانية جاءت الموثيق الدولية هي القواعد التي تنظم العلاقات بين دول العالم زي اتفاقيات جينيف الأربعة واتفاقيات لاهاي التي تنص على حماية الممتلكات الثقافية طبعا هوليف هوين في هولندا وهي مقر محكمة العدل الدولية وبعد ذلك ألحق ببروتوكولان عام 1977 لاتفاقيات جينيف الأربعة أعزائي طالبات وطالبات الثانوية العامة ما زلنا معكم في شرح مفصل للدرس الخامس وهو الحرب العالمية الثانية ومحدثكم الأستاذ يوسف سعيد أبو حصب الله الآن نيجي تاني للنتائج التي طلعتها بعد الحرب العالمية الثانية طب إحنا أستاذ كلهم نجيبهم هدول إذا أجاك النتائج هكي يجيبهم كل التمن نتائج أول شيء إنشاء هيئة أمم التحدة عام 1945 لحفظ الأمن والسلم الدوليين اثنين تقسيم ألمانيا بين دول الحلفاء وقلنا ظهرت دولتان في ألمانيا ألمانيا الشرقية وعاصمتها برلين وكانت اشتراكية من نصيب الاتحاد السوفيتي ألمانيا الغربية وكانت رأس مالية وعاصمة هابون أيضا ميزان القوات غير ظهرت أمريكا والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين في العالم بدلا من بريطانيا فرنسا وأصبح العالم في ذلك الوقت من الحرب العالمية التانية من 1945 حتى عام 1991 كان ثناء القطبية بمعنى أن دولتين بتحكموا في العالم أيضا الخلاف الأيدلجي الخلاف الفكري بين أكبر دولتين في العالم أن أمريكا كانت تحمل أفكار رأسمالية والاتحاد السوفيتي كان يحكم أفكار اشتراكية هذا الخلاف بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أدى أن العالم ينقسم إلى كتلتين كتلة غربية رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وضمت كل دول أوروبا الغربية وشكلوا حلف شمال الأطلسي في 1949 نعيد تاني حلف شمال الأطلسي كان هو الحلف العسكري للكتلة الغربية الرأسمالية أما الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي ضمت دول أوروبا الشرقية وشكلوا حلف وارسو في الخمسة وخمسين طبعا وارسو لعاصمة بولندا لأن بولندا كانت دولة شيوعية اشتراكية أيضا أدت إلى ظهور واستخدام أسلحة متطورة وحديثة كالنوى والذر وأخذت أوروبا تحاول امتلاك هذه الأسلحة أيضا أدت إلى القضاء على النظام الفاشي الإيطالي والنازي العلماني أيضا أدت إلى نشاط حركات التحرر في العالم الثالث مطالبة بالتحرر والاستقلال أيضا نجم عن الحرب العالمية الثانية خسائر باشرية ومادية هذه الخسائر الفادحة أدت إلى تثبيت قوانين ومواثيق دولية تحمي حقوق المدنيين أثناء القتال والأماكن المدنية إذا ما أخذنا بالدرس الأول جاءت المواثيق الدولية مجموعة من القواعد تنظم العلاقات بين الدول وعلى رأسها اتفاقيات جينيف الأربع أيضا اتفاقية لاهاي وكانت تنص على حماية الممتلكات الثقافية في الأربع وخمسين وألحق بذلك برتوكلان عام 1977 لاتفاقيات جينيف الأربع طبعا هذول برتوكلين كانوا مساندات لاتفاقيات جينيف وكلها كانت حماية الأماكن المدنية إلى أخير زي ما أخذناه في القانون الإنساني الدولي اللي طبعا أقرواه بعد معركة سولفرينو اللي كانت بين النمسا وبين فرنسا عام 1859 الآن آخر شيء عندنا في الحرب العالمية الثانية أثر الحرب العالمية الثانية على الوطن العربي وعلى فلسطين على الوطن العربي وعلى فلسطين الآن الحرب العالمية الثانية كان لها آثار سلبية وإيجابية على الدول العربية آثار إيجابية على بعض الدول وآثار سلبية على دول أخرى مثلا الإيجابية أن بعض الدول العربية تحررت سلبية وقعت دول تحت الاستمار وعلى رأسها أنه ضاعت فلسطين وقام الكيان الصهيوني ببناء أرضه المزعومة على الأرض الفلسطينية المباركة إيش أثر الحرب على العالم العرب فلسطين أول شيء نشاط حركات التحرر في العالم الثالث مطالبة بالحرير والاستقلال كثير من الآن الثورات بدأت تندلع في الدول العربية وهذه كلها انتهت باستقلال عدد كبير من الدول بعد الحرب العالمية التانية مباشرة أيضا كانت البلاد العربية مسرحا للمعارك الدائمة بين الحلفاء والمحور رغم أنه العرب لم يشاركوا في الحرب العالمية الثانية أما في الحرب العالمية الثانية لم يشاركوا في الحرب رغم ذلك اندلعت معارك كثيرة على الأراضي العربية وعلى رأسها معركة العالمين اللي كانت بين الحلفاء بين المحور اندلعت على الأراضي المصرية الشيء الثاني أن الدول الاستعمارية وهن الدول الاستعمارية بنقصد بريطانيا وفرنسا فرضت على الشعوب الأحكام العرفية الجائرة الظالمة وفرضت رقابة صارمة على الصحف والمطبوعات أيضا قامت بريطانيا وفرنسا بنفي العديد من الزعماء الوطنيين خارج البلاد أيضا تجددت الثورات والكفاح المسلح في معظم الدول العربية انتهى بحصول معظم الدول العربية على الحرية والاستقلال أما بالنسبة لفلسطين فالحرب العالمية الثانية كانت بمثابة كارثة على فلسطين وأكملت ما جاءت به الحرب العالمية الأولى طبعا الحرب العالمية الأولى كان من أنثارها أنه بريطانيا أصدرت وعد بلفور المشؤوم في 2-11-1917 وهو إنشاء وطن قومي لليهود داخل فلسطين هنا الأمم المتحدة أصدرت قرار 181 قرار 181 أصدر في 29-11 عام 1947 وينص على تقسيم فلسطين لدولتين العربية يعني هين الأمم التحدة اعترفت رسميا بقيام دولة المسخ الصهيوني رغم أنه لسه ما كانوش معلنه عن هذه الدولة وقالت لا فلسطين هذه تقسم دولتين هي من حق اليهود ومن حق العرب طبعا الآن احنا ولا طيلين قرار التقسيم ولا طيلين غيره طبعا الآن تجبر هناك وهناك ظلم واستبداد في داخل العالم أبل الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على قرارات الشرعية الدولية وتفرض قراراتها بالقوة على معظم الدول وشوفنا كيف آخر نكسة كانت لهي نقل سفرتها إلى مدينة القدس واعترفت بأن القدس هي عاصمة إسرائيل أبدية وإحنا بنقول لهم أن القدس عاصمة فلسطين أبدية شئتم أم أبيتم رح يجي يوم إن شاء الله رح ترجع لنا كل فلسطين ونعلن عاصمتنا إن شاء الله عاصمتنا القدس إن شاء الله لعاصمة فلسطين الأبدية وبهيك إحنا بنبقى أنهينا اللي هو الحرب العالمية اللي هو الثانية نعمل هيك ملخص بسيط لما جاء في حلقة اليوم قلنا إنه الحرب العالمية الثانية مرت بمرحلتين بدأنا من المرحلة الثانية إنه قلنا تغير ميزان القوة بدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب لأنه اليابان ضمرت الأسطول الأمريكي في ميناء بير هاربل في جزر هواي بالمحيط الهادي أدى إلى ترجيح كفة دول الحلفاء أيضا ألمانيا هزمت أمام روسيا في معركة السالينجران ألمانيا أيضا هزمت في معركة العالمين قلنا إيطاليا استسلمت دون شرط أو قيد تم تحرير باريس من ألمانيا طردت الألمان من بلجيكا أو هولندا ووصلت قوات الحلفاء إلى ألمانيا الغربية واستسلمت ألمانيا وقلنا آخر دولة استسلمت اليابان عندما تم إلقاء القنابل الذرية من قبل أمريكا على المدن اليابانية على هورشيما ونجزاك وبعد ذلك تعرفنا على نتائج الحرب العالمية الثانية وقلنا هناك ثمن نتائج إنشاء هيئة الأمم لحفظ الأمن السلم الدوليين تقسيم ألمانيا إلى دولتين في التسعة واربين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية خروج أمريكا والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين بدلا من بريطانيا وفرنسا وأصبح العالم منذ ذلك الوقت ثناء القطبية قلنا أربعة الخلاف الأيدلوجي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أدى لظهور نظام الكتلتين الكتلة الغربية الرأسمانية بزعامة أمريكا وضمت دول أوروبا الغربية وحمت نفسها وشكلت حلف شمال الأطلسي عام 1949 والكتلة الشرقية الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي ضمت دول شرق أوروبا وشكلت حلف وارسو قلنا تم استخدام أسلحة حديث ومتطور كالذر والنوي قلنا أيضا القضاء على النظام الفاشي الإيطالي والنازي الألماني قلنا أيضا نشاط حركات التحرر في العالم الثالث مطالبة بالحرية والاستقلال أيضا نجم عن الحرب العالمية الثانية خسائر مادية وبشرية فادحة أدى العالم أن يفكر في شيء يخفف من ويلات الحروب لذلك جاءت الموافق الدولية وهي مجموعة من القوانين والقواعد تنظم العلاقات بين الدول أثناء الحروب فتم إنشاء أو تم بإقرار اتفاقيات جينيفي الأربعة عام 1949 وأيضا تم إقرار اتفاقية لاهاي في هولندا عام 1994 وكانت تنص على حماية الأماكن الثقافية أثناء الحروب يعني أثناء الحروب الأماكن الثقافية تجنب من القصف والتدمير لكن طبعا نحن شوفنا اليهود كيف قصفوا الجامعات والمدانس والمعاهد في الشيء شيء ملزمهم وقلنا أضيف إلى هذه الاتفاقات بروتوكولان عام 1977 لكدعم الاتفاقيات جينيفي الأربعة وتأكيد لهذه الاتفاقيات وقلنا أن الحرب العالمية الثانية كان لها أثر كبير على العالم العربي وعلى فلسطين بالنسبة للعالم العربي أنه نشطت حركات التحرر في العالم الثالث مطالبة بالتحرر والاستقلال قلنا أنه البلاد العربية كانت مصرح لكثير من المعارك الدامية بين الحلفاء والمحور زي معركة العالمين أيضا قلنا فرض الدول الاستعمارية الأحكام العرفية الجائرة والرقابة على الصحف والمطبوعات قلنا أيضا نفت العديد من الزعماء الوطنيين خارج البلاد أيضا قلنا تجددت الثورات والكفاح المسلح وانتهى بحصول معظم الدول العربية على الاستقلال أما بالنسبة لفلسطين فكانت الحرب أن الأمم المتحدة أصدرت قرار 181 لو أجاب بالاختار المتعدد قرار 181 كان عام 1947 وكان في 29-11 وينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية طيب الآن بالنسبة للأسئلة صفحة 41 نحلها قبل ما ينتهي الوقت قلنا نجد للاختار المتعدد أي من دول شكل الدول حولها بقى إهن المرباء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية متى اندلعت الحرب العالمية الثانية لمرأة 1939 من قائد قوات المحور في معركة العالمين له ألف رومل ما الدولة التي أدتها نهاية الحرب العالمية الثانية إلى هزمتها له اليابان لأنه كانت إيطاليا وألماني مستسلمات السؤال الثاني أوضح كيف سامت معرض فرصائف اندلاع الحرب العالمية الثانية شفنا كيف أنه هتلر على هذا نتخلص بنادي الشروط وشرحناه بالتفصيل أذكر السبب المباشر في اندلاع الحرب العالمية الثانية قلنا هو إنشاء بولندا لممر يربطها بمناء دانزج بعرض 40 كيلو متر أدى إلى عزل بروسة الشرقية عن ألمانيا وكانت تنقل الألمان لبروسة الشرقية عبد الممر بإشراف بولندا هذا الأمر دفع هتلر أن يحتل بولندا من ثم أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على ألمانيا بسبب احتلال ألمانيا لبولندا واندلعت الحرب والعالم نقسم من الجسمين حلفاء ومحور وبين المراحل التي مرت بها الحرب العالمية الثانية وأبرز الأحداث فيها احنا قلنا مرت بمرحلتين من التسعة وتلاتين إلى الواحد وأربعين تميزت بانتصار دول المحور من التنين وأربعين إلى الخمسة وأربعين تميزت بانتصار دول الحلفاء عندما أخطأت اليابان وقامت بتدمير الأسطول الأمريكي في قاعدة بير هاربل بجزر هواي بالمحيط الهادي وكانت هذه المرحلة الثانية طبعا كانت لصالح الحلفاء طبعا بدك تجيبها بالتفصيل وناقش الآثار والنتائج التي نجمت عن الحرب العالمية طبعا الثانية بدك تجيب النتائج الثمانية اللي حكناها بدأ عيدهم على السريع باختصار وإذا لا بترجع لهم بترجع لهم من خلال الحلقة لأن شرحتهم بالتفصيل بدأ قولهم الآن باختصار لنظرا لذيق الوقت إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945 تقسيم ألمانيا بين دول الحلفاء وبعد ذلك أصبحت ألمانيا دولتين شرقية وغربية خروج ألمانيا أمريكا والاتحادس فتح أكبر قوتين الخلاف الأدلجي أدى إلى ظهور نظام الكتلتين استخدام أسع حديثهم وتطورة القضاء على النظام الفاشي والنظام النازي نشاط حركات التحرر وقلنا نتج عن ذلك خسائر بشرية ومادية أدت إلى إقرار مواثيق دولية زي اتفاقية جينيف الأربعة واتفاقية لاهاي وألحق بذلك بروتوكولان عام 1947 يساندوا اتفاقيات جينيف هذا كل ما يتعلق بحلقة اليوم أعزائي طالبات وطالبات الثانوية العامة نشكر لكم حسن استماعكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع محدثكم الأستاذ يوسف سعيد أبو حصب الله الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية ومبحث التاريخ شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر